تعالوا نشوف بقى منتخب مصر في نصف نهاء كأس الأمم الأفريقية بالألفية الجديدة عامل ازاي؟ تعالوا نبدأها كمشاهد مشهد بداية من سنة 2000 من سنة 2000 ولحد قبل 9 يناير اللي فات أقيمت 11 بطولة في كأس الأمم الأفريقية ومنتخب مصر تأهل الدور نصف النهاء أربع مرات خلال هذه النسخ من البطولة منتخب مصر في مبارياته الأربعة كان هو صاحب الكلمة العليا وحقق الفوز فيها جميعا وتأهل للنهاية بعدما سجل 11 هدف واستقبلت شباكه ثلاث أهداف فقط وهي أرقام مميزة للغاية حقاقها الفرعنة ثلاث مواجهات حسمها منتخب مصر في وقتها الأصل بنصف النهاء خلال الألفية الجديدة كانت على حساب السنغال بهدفين لهدف يا رب في النهاية بإذن الله في 2006 وعلى كودفوارب أربعة أهداف لهدف في 2008 وعلى الجزاب ربعية نظيفة في 2010 ورقاء وحيد انتهى بالتعادل واحد واحد وتحسن برقرات الترجيح أربعة ثلاثة كان أمام بوركينا فاسو في 2017 وقت عن تألق الكبير إصام الحضرين عمر زاكي كان هو هدف منتخب مصر دال المشهد الرابع في نصف النهاء خلال الألفية الجديدة بتسجيل ثلاث أهداف بواقع هدف في السنغال 2006 وكان هدف الفوز وقتها وهدفين في كودفوارب في 2008 في البطول الحالية منتخب مصر تأهل النصف في النهاية وهيلعب الكامل وبكده يكون وصل للمرة الخمسة إلى هذا الدور في آخر عشرين عام رقم مش طبيعي طبعاً نتمنى أن يكون التأهل الخامس للنهاية زي ما حصل في المرات السابقة رقم عجازي ومش طبيعي طبعاً لمنتخب مصر ترجمة نانسي قنقر